إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر لحسدي أيها الإخوة المستمعون العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنواصل في حلقة اليوم ما تبقى من تفسير الآية 193 والآية 194 فإلى التفسير فعلى التفسير الأول فلا عدوان إلا على الظالمين أي لا يقع عدوان إلا على من بقي على شركه وكيف يبقى من بقي على شركه مع الانتهاء لا يجتمع الظلم والانتهاء لا بد من المصير إلى تجزئة أحوال أولئك المتحدث عنه فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا أي فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا على من لم ينتهي أما من انتهى فهو غير الظالم وقيل فلا عدوان إلا على الظالمين أي إن انتهى أولئك المنتهون بدخولهم في الإسلام وبكونهم من أهل ملة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون هناك عدوان أي استحقاق للعقوبة على الأدوان إلا على من ارتكب منهم ظلما وذلك كأن يزني أحد بعد إحصان فيستحق العقوبة وهي الرجم العقوبة التي توني بحياته وكذلك من قتل النفس المحرمة بغير حق ومثل من ارتد عن الإسلام وتأتي العقوبات الأخرى التي فرضها الله تبارك وتعالى من خدود وغيرها وتأتي هذه العقوبات أيضا جزاء لمن ارتكب موجبها وذهب الزمخ شري إلى أن المقصود بالظالمين هنا المنتهين وفسر ذلك بأن المراد فلا عدوان على المنتهين وقال أبو حيان متعقبا لهذا الكلام بأن هذا تفسير بالمعنى وليس تفسيرا بالإعراب لأنه بمقتضى هذا التفسير يلزم أن يكون بقاء الأدوان على الظالم بطريق المفهوم للمنطوق بخلاف ما جاء في نص الآية الكريمة فإن بقاء حكم الأدوان أي استحقاق العقوبة على الأدوان بقاء ذلك على الظالم يأتي من قبل المنطوق لا من قبل المفهوم ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إما أن يكون قوله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام جاء ابتداء وإما أن يكون جاء لسبب كما يذكر جماعة من المفسرين فإن كان جاء ابتداء ففصله عما قبله واضح وإن كان جاء لسبب من الأسباب فإنه في حكم الجواب على ذلك السبب ولذلك فصل أما قبله أيضا وقد ذكر جماعة من المفسرين أن السبب في نزول قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام ست للهجرة النبوية عن البيت الحرام عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بالعمرة صدوهم في المكان المعروف بالحديبية وعرفت تلك العمرة بعمرة الحديبية ووادع المسلمون المشركين شريطة أن يحجوا وقع الصلح المعروف بصلح الحديبية شريطة أن يفسحوا لهم المجال ويخلوا لهم مكة ليحجوا في العام القادم وهي الأمرة التي عرفت بأمرة القضية وكان ذلك في شهر ذي القادة وهو من الشهور المحرمة وقد افتخر المشركون بصد المؤمنين ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ثم دخل المؤمنون بعد ذلك في العام القابل في الشهر الحرام وهو شهر ذي القادة دخلوا مكة المكرمة مؤدين للعمرة فكان في هذا الرد بأن الشهر الحرام الذي صندتم فيه المسلمين عن البيت الحرام كان جزاؤه هذا الشهر الحرام الذي دخل المؤمنون فيه الحرم الشريف على رغم منكم وقد أخليتم لهم البلاد وعلى هذا فالشهر الثاني غير الشهر الأول لأنه كان في عام قابل وإن كان كل منهما شهر ذي القادة وقيل بأن المؤمنين تحرجوا عندما جاءوا لأداء هذه العمرة من مقاتلة الكفار وقد خشوا أن يقاتلوهم ويصدوهم ويصدوهم عن المسجد الحرام فقيل للمؤمنين الشهر الحرام بالشهر الحرام أي قتالكم إياهم في الشهر الحرام جزاء مقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام وهذا بناء على أن هناك مقاتلة حصلت فقد ذكر بعض المفسرين بأن المشركين رشقوا المؤمنين بالحجارة والسهام في الحليمية في السنة السابقة وهذا ما لم أجد له سندا متصلا وقد جاء في البخاري لم يكن هناك قتال وحمله بعضهم على أن المران به لم يكن هناك قتال يعتد به وقيل إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام هل تقاتل في الشهر الحرام فقال لا فأضمروا أن يقاتلوا المؤمنين في الشهر الحرام إذا جاءوا إليهم فأنزل الله تبارك وتعالى إباحة مقاتلتهم في الشهر الحرام بسبب صدهم عن المقاتلة الشهر الحرام بالشهر الحرام وقيل إن المشركين فهموا ذلك بما بلغهم من قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وقيل إن المراد بقوله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام هو أن الكفر الذي وقع من المشركين في الشهر الحرام مقابله القتال في نفس الشهر الحرام وهذا قول بعيد وقيل المراد به أن الصد الذي حصل منهم في الشهر الحرام كان جزاء أن يقاتلوهم في الشهر الحرام وفعلاً قاتلوهم حتى أدخلوهم في بيوتهم روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يبعد أن تكون الآية الكريمة بياناً لمواقيت الزمان بعدما جاءت آية من قبلها تبين الحرمات التي للمكان في قول الله تبارك وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فكذلك أباح الله تبارك وتعالى هنا مقاتلتهم في الشهر الحرام جزاء صدور هذه المقاتلة من المشركين أنفسهم في الشهر الحرام حتى لا يتحرّي المسلمون من هذه المقاتلة لأن حرمة الشهر الكريم إنما هي لأجل المحافظة على حرمات الله تعالى والمقاتلة التي تصدر من المشركين هي انتهاك لهذه الحرمات من قبلهم فجزاؤهم أن يقابلوا بمثل هذه المقاتلة لأجل منعهم من انتهاك هذه الحرمات فإن حرمة المكان وحرمة الزمان إنما هي من أجل حرمة العبادة فإذا انتهكت حرمة العبادة فانتهاك حرمة الزمان وحرمة المكان أقل حجراً من انتهاك حرمة العبادة الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر كما سبق هو شهر القائل الذي قيل هو نفسه بناءً على أنهم إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه وقيل هو غيره بناءً على أن الشهر الحرام هو في مقابل الشهر الحرام دخول بكة في شهر الحرام هو جزاؤه في مقابل الصد عن دخولها في شهر الحرام والأشهر الحرم إنما حرم القتال فيها لأجل رعاية حق البيت الحرام ورعاية حق المناسك الأيضان وهي أربعة ثلاثة مجتمعة وهي ذو القعدة وذو الحج والمحرم وواحد فرد وهو رجب فأما الأشهر الثلاثة فحرمتها من حيث المحافظة على مناسك الحج مع المحافظة على سلامة الحجيج ذهاباً وإياباً فهم يذهبون في شهر ذو القعدة إلى بكة المكرمة ويرجعون بعد أداء المناسك وقد يمضي عليهم شهر ذو الحج قبل أن يصلوا إلى بيوتهم فحرم من أجل ذلك القتال في شهر محرم لأجل المحافظة على سلامتهم وأما شهر رجب فإن العربة كانت تعتمر فيه والأمرت كالحج وقد سمي رجب مضر لأنهم هم الذين حرموا القتال فيه وقد راع الله تبارك وتعالى حق هذه الحرمة فأقر ذلك في حكم الإسلام وإن كان العلماء مختلفين في بقاء هذا الحكم أو نسخه وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في موضعه والحرمات قصاص الحرمات جمع حرمة والحرمة هي كل ما منع الإسلام من انتهاكه سواء كانت هذه الحرمة حرمة عرب أو كانت حرمة بدن أو كانت حرمة مال فإن كل ذلك مما يدخل في الحرمات والحرمات قصاص هذا كالتقائد لما سبق من قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام بناء على أن المقصود بالشهر الحرام القتال في الشهر الحرام في مقابل القتال في الشهر الحرام فقوله والحرمات قصاص تقائد لذلك أي انتهاك هذه الحرمة يقابلها هذا الحكم الذي قد يفضي أيضا إلى انتهار كحرمة الشهر ولكن من أجل مراعاة القصاص الاقتصاصي من أعداء الله التعالى الذين انتهكوا حرمة هذا الشهر بصد المسلمين فيه عن البيت الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببث ما اعتدى عليكم هذا تفريع عن قوله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص أي من كان منه أدوان فجازوه بأدوان مثل أدوان وبناء على هذا استظهر كثير من العلماء من هذه الآية الكريمة جواز ما يسمى في عرف أصحابنا بالانتصار واستظهروا ذلك أيضا من قوله تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وسمي ذلك عندنا انتصارا أخذا من هذه الآية الكريمة وذلك أن يكون لأحد على آخر حق فيجهده حقا ولا بينة له عليه ولا سبيل له إلى استرداد حقه إلا أن يأخذه بنفسه اقتصاصا منه ويؤكد ذلك الحديث الصحيح حديث هند التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفأواخذ من ماله في غيبته أو في غير ألمه فقال لها خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا القول هو القول الذي عليه أهل المذهب وهو قول الشافعية وقال به جماعة من المالكية منهم ابن رشد وابن العربي والقرطبي وحكاه الداؤودي عن مالك وذهب بعض المالكية إلى أنه الأشهر من أقوال المالكية وإن ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك وروي عن مالك من أذلك وبه قال جماعة من أصحابه وذكر خليل شيخ المالكية كل القولين والقول بالمنع هو قول الحنابلة فيما أحسب لأن ابن تيمية انتصر له ولا يبعد أن يكون نسبه إلى الحنابلة ولم أتمكن من مراجعة كلامه في الأيام القريبة فالمبيحون استدلوا بهذه الآيات واستدلوا بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمانعون استدلوا بحجتين استدلوا برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي والدار القطني من طرق لا تخلو جميعها من مقال عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خالك واستدلوا أيضا بالنظر وهو ما رواه قدامة بن الهيثم عن أطاء بن ميسرة الخراساني قال قلت لأطاء بن ميسرة الخراساني أرأيت أن لو كان لي على أحد حق فيحدني حقي ولا بينة لي أفآخذ من ماله فرد عليه قائلا أرأيت أن لو وقع على جاريتك فعلمت ذلك ماذا كنت صانعا وهذا الرد غير مسلم لأنه لو رافعه إلى القاضي الشرعي وقد وقع على جاريته فإن القاضي الشرعي لا يحكم بالمقاصة في الأعراض وإنما يحكم بأقر الجارية كما يحكم بجزاء الزاني على ما زنى يحكم بأقر الجارية لأنها ملك لذلك الرجل ثم يقيم الحد الشرعي على من ارتكب جريمة الزنا سواء كان بكرا فيكون حده أن يجلد مئة أو كان ثيبا فيكون حقه أحده الرجل ورد ابن رشد على الذين استدلوا بالحديث بأن الحديث إن سلمنا جواز الاستجلال به لشد بعض طرقه لبعضها كما يقول بعض العلماء إنه يبلغ بذلك درجة الحسن وقد جاء في سنن ترمذي عندما ذكر هذا أورد الحديث قال حديث حسن غريب بناء على ذلك فإن الذي استرد حقه من من أخذ الحق منه وجحده إياه لم يخنه وإنما أخذ حقه فقط أما إذا تعدى وأخذ أكثر من حقه فقد خانه فإن اقتصر على حقه لم يخنه هذا وقد اختلف القائدون بجواز الانتصار في أخذ صاحب الحق حقه من غير جنس حقه والصحيح جواز ذلك نظراً إلى أن الحق إن لم يمكن وفاؤه من جنسه فإنه يوفى من غير جنسه بأتبار قيمته بأتبار ثمنه هذا هذا وقد اختلف العلماء أيضاً في ما إذا أخذ أحد حق أحد فأتلفه هل يرد إليه جنسه مع إطلاف العين أو يرد إليه ثمنه والذين قالوا بأنه يرد إليه جنسه استدلوا بهذه الآية الكريمة والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت إليه واحدة من أزواجه الأخرى طبقاً فيه طعام فغارت المرأة التي هو في بيتها فكسرت الإناء بيدها فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قطعتي الإناء وقال غارت أمكم كلوا ثم بعد ذلك حبس الرسول الذي جاء بالقصعة ولما جاءت قصعة هذه ردها إلى تلك والحديث أخرجه أبو داود أيضاً من طريق جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت صانع طعام مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فبعثت به خادماً فأخذني أفكاً يعني أخذتها الرعد من الغيرة فكسرت الإناء ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما كفارت ما فعلت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام فتأخذ المثلية من ذلك هذا وقد استدل الجمهور أيضاً بالآية الكريمة على أن القصاص في القتل يكون بحسب ما وقع به القتل فلو قتل أحد غيره بأي وسيلة كانت فإنه يقتل بمثلها سواء كان ذلك إحراقاً أو إغراقاً أو إلقاءاً من شاهق أو نحو ذلك وهذه المسألة فيها خلاف والخلاف مبسوط فيها في كتب الفقه كما بسطه القرطبي من المفسرين في تفسيره أيضاً ولعلماء الفقه مناقشات في ذلك نتركها لمواضئها فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في كتب الفقه ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك واتقوا الله يأمر بالتقوى في هذه الحالة لألا يجاوز أحد ما شرع الله تبارك وتعالى من عقوبة الأدوان فلابد من التقيد بضوابط الشرع الشريف في العقوبات كما يتقيد الإنسان بضوابط الشرع الشريف في جميع المعاملات فالمقام قد يدفع إلى التشفي والانتقام لأنه مقام عقوبة على جريمة وقعت من طرف ضد طرف آخر فلذلك أمر الطرف المقتص أن يتقي الله في ذلك هذا وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في رواية أخرجها ابن جرير وأخرجها ابن أبي حاتم وقد ذكروا هذه الآية الكريمة أو هذا الحكم كان مما نزل ببكة المكرمة وأن المؤمنين يومئذ أمروا أو أبيح لهم أن يقتصوا من أعدائهم الكافرين بحسب ما يقدرون فقد كانوا يؤدونهم بالقول فأمروا بالاقتصاص بمثل ذلك ثم نسخ ذلك كله بالقتال وهذا كلام غريب فإنه يتضح من الآية الكريمة أنها لم تنزل ببكة وإنما نزلت بالمدينة إذا صدر الآية الكريمة يتعلق بأحكام القتال وقوله سبحانه الشهر الحرام بالشهر الحرام يتعلق بأحكام القتال التي لم تشرع إلا في المدينة المنورة فلا يمكن أن تكون الآية نفسها جزء منها نزل ببكة المكرمة وجزء منها نزل بالمدينة المنورة ومنهم من قال بأن هذه الآية الكريمة مما نسخ من الآيات بحكم القتال أيضا وحكم الترافع إلى الحاكم الشرعي بعدما استقرت الأوضاع ببناء الدولة الإسلامية وهذا كلام غير مسلم فإن الآية الكريمة كما يفهم نزلت بمكة من مدينة المنورة وهي ما بين الآيات التي شرع فيها القتال وها لا تنافي بينها وبين الآيات التي تقتضى الترافع إلى القضاء الشرعي لأن هذه في الجماعة المؤمنة عندما تواجه عنة وتواجه معاناة من قبل القوم الكافرين أما الترافع فذلك أمر آخر ثم بعدما أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى بين سبحانه وتعالى أن معيته للمتقين واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين أي الله تبارك وتعالى يؤيد المتقين وينصرهم ويوفقهم ويثبت قلوبهم ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير فتقوى الله تبارك وتعالى سبب خير الدنيا والآخرة ومن استقرأ الآيات التي ذكر فيها التقوى أو جاءت آمرة بالتقوى يجد أن تقوى الله تبارك وتعالى سبب للنصر والتمكين في هذه الدنيا وسبب لإدرار الرزق فيها وسبب لدفع المشكلات المتنوعة التي تواجه الإنسان في طريقها طريقها وسبب لنيل رضوان الله وسبب لنيل الألم الذي يفضي بالإنسان إلى الاستقامة على طريق الحق والدين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن جنده المغالبين ومن أوليائه المتقين ومن عباده المخلصين إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإنه بالإجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب الأزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مستمعي العزاء كنا مع تفسير الآية الشريفة 193 والآية 194 من سورة البقرة إلى أن نلتقيكم مع تفسير آية أخرى من هذه السورة المباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم مع تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة تنفيذ مالك بن زاهر الحسن